موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير ألتقي معكم في هذه الحلقة التي نهدف من ورائها إلى زيادة المساحة المخصصة لنا للراحة لأن الله عز وجل لم يوجدنا في هذه الحياة لنشقى نعم نكدح نعم نألم ولكننا لا نشقى الشقاء والظنك هو حالة نفسية لا تطول مع المسلم المؤمن العارف لآليات الراحة قد تطول مع العاجز العيي المسكين الذي لم يحسن أن يدير حياته ولكنها تمر كلحظات عابرة نتصدى لها بذكر و بآليات محددة حتى نطردها اليوم سنتكلم عن واحدة من تلك المحطات التي قد توقف البعض ممتعظا لمدة طويلة موضوعنا الليلة سيكون حول الصالات الطاردة الصالات في بيوتنا التي تطرد أزواجنا وأولادنا وزوجاتنا تطردهم لماذا؟ لأنها لم تعد أماكن صالحة للراحة بل أنها أماكن للمغثة خلوني أبدأ من كلام بعض الشيباننا بعض الشيبان إذا حب يمدح ديرة إحنا الآن في موسم سفر إذا حب يمدح بلد يقول ما تلقى فيها أحد يغثك وهذه أنا وقفت عندها هذا عندنا في الثقافة يبدو أنه موجود ما يتوقع إذا تطلع من البيت وتلبس غترتك و إشتايتك و إشماغك أنت متوقع أنك بتلقى أحد يغثك كأنما هو أصل فإلا متجد حمدت ربك أن يومك عد على خير فإذا أراد أحدنا أن يمدح مكانا قال والله ما تلقى فيه أحدا يغثك يعني أي لا تجدوا فيه أحدا ينغص عليك عيشك هل امتهن بعض الناس تنغيص العيش إيه وربي كيف كيف امتهن هؤلاء تنغيص عيش الآخرين إيه هذه الحكاية لها أصل هذه لها أصل خلونا نرجع للأصل الأصل أنه إحنا ولدنا و عندنا في الـ DNA في الشبكة النووية في المورثات التي ورثناها من آدم عليه السلام حاجة للإسترواح مثل ما عندنا حاجة للأكل و حاجة لأداء كل مناشطنا الفيسيولوجية و حاجة للحب و الانتماء و حاجة لأن نكون شيئا مذكورا و حاجة للحرية و إبداء الرأي و أن أكون شخصا فاعلا في وسط مجموعة و مقررا في القرار اللي يخصني و هذه كلها حاجات تكلمت عنها أنا فيما سلف اليوم سأتكلم عن حاجة رابعة كما يراها أدلر و يراها غلاسر و يراها يعني كثيرين ممن طبعا يراها ماسلو و لكن ماسلو يرتب الحاجات بطريقة مختلفة نحن اليوم أنا نفسي ككوغنتف سايكالوجست و يعني متبع لهذا الخط يسمون علم النفس المعرفي الذي نؤكد على الفهم و على الحوار و على الإقناع و على أن إدارة الحياة لها غرفة عمليات نستخدم فيها المنطق و العقل و سؤال ماذا أريد و كيف أصل إليه و نحسب حسبات منطقية أقول أن هذه الحاجة و هي الحاجة الرابعة التي سأختم فيها هذا الموسم الحلقة و الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ثم اللي بعدها راح أتكلم عن لمس يعني جمع لكل ما سبق يعني في حال أنه لا متشبع هذه الحاجات إيش نتوقع ما هو الوحش الذي سيخرجنا من أزواج و من أولاد سنتكلم عنها و نتصدى لها ثم إن شاء الله بعد ذلك تكون حلقة ختامية دردشان و إياكم فيها فيما نحتاج أن نلم الموضوع هذا موضوع هال 27 حلقة إذا الله زوجها العطاني و إياكم عمر اللي هي ختمنا فيها هذا الموسم طبعاً طبعاً و أشكركم على أنكم قبلتوني كضيف صالتكم التي نريد لها أن تكون جاذبة طيب إذن نحن و لدنا و في روعنا و في تشكيلتنا الموروثة أننا نريد أن نكون في أماكن تقبلنا و نقبلها نستروح يا خي بروح أبروح عن نفسي عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم روحوا عنه القلوب ساعة بعد ساعة الله سبحانه وتعالى يقول و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الظنك ما نبي يقول و من يعمل من الصالحات من ذكرين أو أنثى و هم مؤمنون فلا نحيينه حياة طيبة الله سبحانه وتعالى يقول يعني تقول مرأة فرعون قرة عين لي و لك يعني عندما أكون في مكان تقر عيني فيه يعني شنو تقر العين العين تقر يعني لما تسكن وتنظر بكل أنس للمقابل طيب شنو العين اللي مش مستقرها العين اللي مش مستقرها هي العين الزائغة ذات اليمين و ذات الشمال و إلى أعلى و قلقة تحس القلق ما يطالع بتركيز الذي ينظر بتركيز هو المرتاح المرجهن المستقر معه سيحة بال معه فلة حجاج بساط يقول شاعر شاعرنا يقول يا ما حل الفنجان مع سيحة البال وين هالكلام يا راكان بن حثلين قال في مجلس ما فيه نفس ثجيلة يا سلام إذن أنت يا راكان تطلب الاسترواحة في مجلس ما فيه نفس ثجيلة ثم ذكر معاييره هذا ولد عمه هذا ولد خاله هذا رفيج ما لقيناه أو ما لقيناه بديلة أي يعني أنتقي وقرائبي وجماعتي يساعدهم في أنه يسيح البال أي أني ما أشعر بالزمن ولا أشعر بالضعف الذي يستوجبه وجودي في مكان في ضغط ماكو ضغط هذه فطرة فينا هذا شيء موروث فينا والمكان اللي يغثك أنت ما تقعد فيه يعني المكان الذي تشعر فيه بأنك غير مرحب بك أو غير مقمول أو أنك فيه غير محترم أنت ما تجز فيه وكل له حلته هناك من يهرب بجسمه ينفذ كمثل المراهق الذي أذن له أن يخرج من البيت عندما يصل إلى سن معينة ويتفقهم أهل معاه على ميعاد يتأخر بعده لأنه ودي ينومهم قبل ما يرد ما يباحد أن يغثه ما يباحد يشوفه يقول له كلمة عقب ما ارتاح مع أصحابه عجيب ارتاح مع أصحابه شون؟ يعني فلح جاجه مع أصحابه يعني آنيسة مع أصحابه يعني استروحة مع أصحابه طيب وم بيتك؟ آسف بيتي ما ألقى اللي ألقى عند أصحابي ليش؟ قبلوني كما أنا وهلك؟ لا هلي لهم شروط وقال لهم قصة طويلة وملاحظات على شكلي على دروسي على ريحتي ولي عطلون صواريخ راشق واحد ورا الثاني فعلتك ترقدك فعلتك ترقدك طب أنا بعيش أنا برتاح تريش كم تسوي كم تطنش كمت ما أسمعه طيب وربعك لا ربعي يقبلوني مثل معنا ربعي سموني أبو جاسم أبو علي أبو يوسف لا يستنسوني إذا شعفوني أصلا من أي قامت الصيحة يا بوني وهلك من أي قاموا حطوا المكروسكوبات وقاموا يدوروني وصخي يا هده أنا ما رح أخلم أنه صخ فصرت أنا عند نفسي عند نفسي لما أشوفها لي كومة من لزبالة من أدش بس أبدي أخلص الشاب يقولوني اليوم وربعك ربعي ما يشوفون يمكن لي أنهم منها شيء مثلي فتلايا من المقرود على خايب الرجال فاصل ثم نواصل إن شاء الله تصوروا أنه الكلمة الطيبة صدقة ليش لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفأل قال أنا أحب الفأل وأكره الطيرة واتشاء كان لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأل إيش وقال كلمة طيبة كلمة تصنع لك يومك وكلمة تفسد يومك تفسد يومك يعني ممكن أن تسمع كلمة الصلاة اللي جرب منكم الإنسان الطبيعي إذا استفتح بكلام طيب مثل صباحك الله بالخير يا الله صباح خير كلمة طيبة شدوا حيلكم الله يوفدكم روحوا يا عيال بلدكم إن شاء الله محتاجتكم وأنت وقدها يطلع الولد مستمتع يطلع للدنيا مقبلا بصدره غير محجب في حين اللي يطلع يلا تحرك يا كسلان ما سويت واجبك ولا بركت بروسك ولا اللي بستهدومك ولا معرف إيش ولا يطلع عليه ركام وثقيل وكأن على متنه جبل أو كان زوج ولا زوجه صبح بكلمة سيئة ولا صبح بخنقة أو ب يعني معركة لم يحسب لها حساب يطلع مكتئب يشعر بغصة ولا يستمتع بيومه وهذا يؤدي لفساد أمزجة من يحتك معه يقول له يا الله صباح خير صبحت في اليوم تمام الكلمة الطيبة تغذي الحاجة للاسترواح هي حاجة عندنا موجودة في الـ دي أن ايه وهي أننا نقبل على الآخر لنسمع كلاما يشجعنا ولمينا ويشحلنا بالطاقة فعندما نسمع كلاما طيبا ونرى عينا تتقبلنا ونسمع كلاما يبنينا وتغاظيا وتغافلا عنها فوات طبيعية نقع فيها نحن والمقابل عندما نرى المقابل يركز على إيجابياتنا ويتغافل عنها وإذا عنده همه في الإصلاح يركز على نفسه قد أفلح من زكاها هذا ما يكون إلا في المجتمعات الشبعانة مجتمعات الشبعانة تجد أن الناس يبنيك حتى هو يستمتع على طريقة لعبة البنج بونج أو تنس الطاولة يقذفوا بالكلمة الطيبة ليستمتع إيش بصداها هذه في المجتمعات الرويانة الشبعانة دائما الشبعانين تحب تروح لهم تحب تجلس في مجالس فيها ناس رويانة شبعانة تسمعك الكلام الطيب البناء و أنت تكره أن تذهب إلى الشخصيات المنتقصة فخار و مكسر ما يقبل يشوف فخار كامل إلا يكسر من يراه كسر بعضنا بعض و للأسف الشديد هذه برمجة مضت في هذه الأمة فترة طويلة الآن أحقاب عقود ربما قرون ما بيأوغل كثير بشتشاؤهم بس نحن اليوم عندنا فرصة بالعلم و الحلم أن ننتقل نوعيا فنشبع لنشبع و ننبني لنبني و نتكامل حتى ننهض ببعضنا اليوم أنا جلست هذا اليوم اليوم تسعة ستة الأيام الثلاثة الأربعة الماضية مضيتها و أنا أقلب الأخبار أسمع الأخبار و التحليلات و الطعون و التحاليل السيئة أجرب أشوف شنو أثر هذا على نفسي اليوم شعرت بألم في معدتي لماذا؟ لأنه طبيعة الإنسان باحث عن الاسترواح فإن وجد غم و لم ينتبه لهذا الغم بأنه ينظفه في عندنا زي المساحات السيارة في عندنا طريقة لتنظيف الغم وهي إيش؟ الاستغفار وصل بالله عز وجل عن طريق صلاة طيبة و الزيادة ذلك وقت الزيادة وضعت الدنيا عليك ستشعر بعدها بأنك عدت مرة ثانية نظيف و بدأ كلامك يطلع نظيف أنا أخشى و سأبحث اليوم في البيت أنه في فترة همي هذه اللي قضيتها و أنا بس أتابع التحليلات وأقرأ و أشوف سخونة الوضع في العالم الإسلامي و ليس معنى ذلك أنه إنسان ما يتابع الأخبار لا تابع بس لا تنسى التنظيف يبدو أني أنا بالفترة هذه نسيت التنظيف الألم هذا اللي في معدتي هو دلالة على أنني ما قعد أنظف بشكل كافي ما تراكم من الهموم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم والهم موجود فرجاء و من كل ضيق مخرجاء و رزقه الله من حيث لا لم يحتسب فإذن مرة ثانية لما أنت تجي وتعتاد هذه السوادية في العيش وتعتاد النقد وتعتاد أنك تقرأ مقالي يغثك وتشوف برنامج يغثك وتسمع كلمة من المنتقص يغثك وتأتي جرة أخرى مكسرة فتضيف إلى تهشيمك شيئا تصور نتاجك اللي هيطلع منك هيكون سوادي طالما أنه سوادي إذن هو لن يسعد الآخرين وسيضيف إلى الآيونات و إلى الظلمة و الدخان اللي موجودة دخانا و سخام سخام كما تقول العرب فمعنى ذلك أن تلك الصالة ستصبح مليئة بثاني أكسيد الكربون حتى أنت ما تحب تقعد فيها ما أدري وين أقعد بس ماني قاعد بهذا المكان هذا المكان يغث يؤذي يزعج فأنا أذهب إلى ما يريحني البنات يسوون الأولاد يخرجون يخرجون من الصلاة بأجسادهم البنات يحطون هدفون أو تروح تدخل داخل من علامات ذلك أنهم ما يحبون يروحوا معنا حق الزوارة عندما يكون يوم في العطل نذهب نزور يقول يتعذر الولد أو البنت ما بأروح ما أعرف أم تعلو أن يجلس لوحده أم تعلو أن يفتح الشاشة أو يعمل شاتنج أم تعلو أنه يكون يقول لي أحد بس يا دكتور نحن ننصحهم لصالحهم نحن ننصحهم لصالحهم وهذه المشكلة المشكلة أن هذا النصح لصالحهم طريقته في الأداء مرة ثانية هي كلمة تبني أو تهدم ليش نقول علينا بالتواصل وهذا موضوع إن شاء الله للحلقة الجاهية التواصل النوعي الذي يبني إلى الذي يهدم ما هو هذا الكلام الكلمة التي أنت تقولها للأسف الشديد للأسف الشديد وجدنا أنها أحياناً في بعض الصلاة الطاردة السوادية لا تعدو أن تكون واحدة من خمسة واحد تركيز على السقطات قلم أحمر عين الأم عاملة زي عين الذبابة أو الأب ويركز على السقطات لبسك درسك منطقك شكلك تشوفه بس ينزل الولد وهو يدري أنه سينتقد التركيز على السقطات والنقد يصبح سياسة كأنما هو سياسة أمانة تربوية كأنما هو أمانة أنتقد أنت عندما تنتقد أنت تدمر والله واسألوا خبير سابق في النقد النية طيبة حتى نبهني بعضهم قال لي إبراعيم ترى أنت رجل قوي ممكن تدمر من أمامك بالنقد فانتبهت أنه تعال ترى كثرة النقد فعلا تدمر تخلى الناس تنحاش منك قد يبقى العقلاء بس ما يحني راح يأنسون بك تمام الأمر الثاني هو التوقعات السيئة مثل اللي تجي تطلع من البيت تقول حد عيالها ترى أنا بطلع ولاني مبطية أبرد بسرعة سأعود فورا إياكم أن تتضاربوا بوسائد الكنب أعطتهم فكرة إياكم أن يضرب كبيركم صغيركم إياكم وتبدأ تتكلم كلام تقول لهم بمجبئانا أتوقع منكم كل سوء أنتوا أصلا أنتوا أصلا أنتوا لستم أهل لأن أترككم وحدكم فأنا خارجه وأنا أعلم أنكم ستحدثون مشكلة هي سمونا التوقعات السيئة زي جوحة مرة جاب ابنك قال لا روح اشتري لك ترشي هذا بس تعال تعال خذ لك كف قبلها لأنك أدري أنك أثول وراح تطيح وتضيع خلنا أعطيك الآن الكف لا أجي أضربك بالحارة يجي في الأم فلان يقول لي لا تضرب لا حرام ترى كلام يضحك لكنه موجود توقعات السلبية أيضا التوقعات المثالية تجي الأم أو الأب يجلس مع ولده ويبدأ يقول لي يا ولدي إنما أنا وجدتك فيها الدنيا لتكون كصلاح الدين وخالب وليد في البطولة وكأبي عبيدة بن الجراح في الأمانة وكعمر في القوة وكعلي في القضاء ويبدأ يحط له معايير عالية 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 لدرجة أنه يبدأ الولد يقول لهذا ولا بمزغني فيبدأ يأهرب من ذلك الجو العالي يجيب الطفل الخمسة وتسعين تقول لأم ليش ما جبت المياح أخ أخ شوف فيبدأ يشعر الولد أنه ما يقدر يلبي توقعات والده تمام ثلاثة إذن ريز على السقطات التوقعات السيئة والمثالية بقى اثنين أقولهم بعد الفاصل إذن مما يطرد الأبناء من الصالة ومن أماكن تجمع الأسرة هو تركيزك على نقدهم سواء كنت أبا أو أما أو أخا كبيرا أو أخا يعني قرينا في النهاية كثرة الانتقاد تكره المقابل تلك الجلسة تكرهه بتلك الجلسة التوقعات السيئة أنك تقول للمقابل أنا ما توقع منك خير وأنت أصلا لست أهلا للغير والثالثة هي التوقعات المثالية العالية الرابعة هي العقاب استهداف ولد بالعقاب لو يصير ما صار قالوا فلان وعني من أكثر المواقف المحرجة وأنا كنت أفريت وأنا صغير أنه يقولون أه إبراهيم هذا وإذا يلتفتون ولا أنا جالس أشعر بالغبون أنا كنت يمكنني مستحق يمكنني مستحق الله يرحم اللي مات زين سواء كان جدة أو أبن أو أو لكن أحيانا عندما عندما يستهدف ابن بسبب زيادة عفرته وفيه أولاد يصير عندهم نشاط زايد يصير عندهم عرام كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عرام أرى اللي هو شقاوة مربوطة بأذى مربوطة بأذى فيجي يحصل هذا من الأمور الموديلات التقليدية اللي نعرفها في الترمية أن يستهدف ابن محدد بنقد أو بشكل عام الأولاد يصير العقاب لهم بموجب الانفعال الذي في نفس الوالد وليس بموجب الأفعال التي اقترفوها يعني قد يعاقب الولد بأكثر من الجرم الذي قام بها أو من أكثر من الخطأ الذي قام بها هذا العقاب الطايش غير العادل هذا منفر وبعد ذلك نأتي إلى الحماية الزايدة إيش الحماية الزايدة؟ الحماية الزايدية الزايدة هي أن تقوم أنت بافتراض أن الطفل هذا لازم على طول أنا جنب أنا جنب أنا جنب زي الهولوكوبتر أحوم عليه حتى أحميه نأخذ الاتصال وبعدين نكمل باقي الفكرة تفضل يا أم شعري ألو السلام عليكم عليكم السلام يا أم شعري بغيت بس أسأل أنا عندي وحد أنت قلت في نشاط زايد وعندي ولد ديته بالثواب والعقاب ماكو فايدة يعني أذيني وأذيني المدرستة يعني هو عمره ثمانة سنين وماني قادر عليه حتى بالبيت أذيني مو بس أذيني أنا أذيني الخدمات والبرة يعني حركته وعيد نشاط زايد وعندي ولد حالة خاصة يعني همي أذيني بعد ما أدري أشان أتعامل معه هو يغير من أخوان أدري شون أتعامل معه يعني كل شيء سويت له بس مثل ما تقول ما في فايدة فيه حتى في الفيش تكون مني يعني يميل حاضر فيه أعدن بعد أحد فضل إذن أم شعري فضل حاضر في عائلتك يعني أنا طول الوقت مفعوب به في عائلتك يعني يعني مرائج رئيسي بناتك براسبي يعني يعني ذلك دائما يعني يقلل من الكرام يحسرون لأبطط الأشياء يتجاوز علي باليد وبتلا يعني حتى آخر مرة يتجاوز علي مرائج وأنا في كل مرة أحاول كيف أعمل هذا التطرف بالزعج بالنقاش أو أنه أتعامل مياه بالسجل لأحب أنه يتعامل مياه لكن بدون صائد يعني هو ذائما مجهود كيف تطور نفسه كيف نفسه في عمله وأنا متروكة على صفحة يعني أبطط احتياجاتي لأدساتي صحيح جميل سؤال يا أم ياقوت أنت أم ياقوت اسم أنا معك معك اسمك أم ياقوت نعم زي نعم الاحترام هل الاحترامك هو مسؤوليتك أم مسؤولية الآخرين مسؤولية الآخرين لكن أعوذ بالله أعوذ بالله لحظة 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 لا لا هذا ارتكبتي الآن يعني خطيئة كبيرة خطيئة مو خطأ احترامك ليس مسؤولية الآخرين سمعيني يعني يعني مثلي يا دكتور قلني كيف يعني أنا مع جوجي لا ما أعذر يعني شو ما تقدر أنت منت ملكة أنت بكل احترام له وحب وود تسمعيني كويس والله يا دكتور ما عام لحظة بالبن حسنة هذا لأنك لحظة 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 أنت عندش تلفزيون مطولته قصر التلفزيون كان عندش اسمعيني الآن اسمعيني اسمعيني أنت تعاملين باحترام اسمعي اسمعي تماماً أنت تعاملين باحترام لأنك محترمة بغض النظر هو يستاهل ولا ما يستاهل أنت تعاملين المقابل لأنك محترمة غالة بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي فأنت لأنك محترمة مش تعاملين علشان هو يحسلك هذا خلط أنت تعاملين لأنه ما يطلع منك إلا المحترم ولأنك محترمة ما ترضيم بالضيم شا تسوين رد وراك ممكن واحدة تقول حق زوجها رد وراك نعم أقول رد وراك ونص إذا تجاوز علي أقول اسمع ترى عقدي وياك اختيار ما عفدة ما شريت أنت من السوق رد وراك خذيها من أخوك الرجال يحترمون المحترمة المؤدبة الواثقة الطيعة النظيفة التي تعرف حدودها ما تخلي حديدش هذه الحلقات عشان تعرفين ما نعنيه باحترام الذات وبالشبع والري بل استغناء عن خلق الله يجمع الخير مثلك يجب أن تستغني عن الزوج نفسيا وتعرف أنه ممكن تعيش من غيره ثم تقبل عليه لوجه الله عز وجل حتى تؤدي ما يليق أمام الله عز وجل في حقه بس يعارفه أني أنا مخيرة إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان بقاء بمعروف أو انصراف بإحسان عندما يعز زوج ذلك أني أنا مع إنسان محترم سيلزم حدودها ولكن عندما نجي نركض 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 نبيه يرضى نركض نبيه يرضى ولا يرضى بالعكس عرف الحبيب مقامه ش سوى عرف الحبيب مكانه فتدلل تمام والطمع في المقابل يورث الذلة أرجوكم لا تطمعي في زوج لا تطمعي في ولد أطمعي في الله عز وجل وخلي شغلك لله علي بن أبي طالب يقول كرم الله وجه عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أنا ما أحسنت إلى أحد قط حتى الفاطمة البتول عليه السلام لا حتى الفاطمة أنا ما أحسنت لأحد قط ولا أسأت لأحد قط قالوا لك كيف يا أمير المؤمنين قال اقرأوا قول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلحا أحسني لنفسك ولا تسيئي لنفسك وارفعي أسوارك فإنه لا أحد يهينك إلا بإذنك وارجعي إلى بداية هذه الحلقات عشان تعرفين التفاصيل فيما قلنا موجودة في مدونتي طيب تفضل يا عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام يا عبد العزيز تلفزيون 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 كسره كسره أنا أخوك إن شاء الله يبن آمر نحبك لله حبك الله يا أبو سعود أهلا وسهلا ومرحبا دكتور كلم من عند شباب نعم أنا أكبر عيالي عمره خمصة سنة الله يربي بارك حفظه الله يطول عمرك وبتعامل معي عندي إحساس كذا أنها يتعمد يخالفني يعني مثلا في الصلاة في وجوده مع أقوانه إذا ما تقول لي فرد عضلاته كبير ذا هذا الكبير مع أنها بالمقابل قلبه طيب ولكن كتت مخالفات تتزاعني منها فمرة أتغافل مرة أصد مرة أحاول أني أعقب عقاب خفيف أو أحرم من حاجة يحبها فرد وتوجيهاتك دكتور العلاقة مستمرة امتحسنة نوعيا ولا تسوء ولا على ما هي عليه والله زي التلومتر تلومتر يعني تراقب العدادات يعني تحرص أنها تكون في مستوى معين ما تنزل عنه أي حاول جامل أنت الله يكثر المثالك أنت ذكي إن شاء الله جاوبك ابشر ابشر طيب دين أحد طيب نجي له أم شاري أم شاري تقول عندي ولد شاق القاع وقايل أنباع مثل ما يقولون قبل قد سمعنا هذا الوصف سمعته طبعا لأحد الألقاب اللي يعني حصلت عليه الحمد لله في وقت مبكر من حياتي هذا الطفل جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عندها مثل ولدتش قالت يا رسول الله ما أنا قادر ما أنا قادر أجمع ما أنا قادر أدير حياتي من هالولد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي وقال لها عرامة الصبي العرامة هي النشاط اللي ممزوج بشر كما تقول العرب يعني في تعريف العرامة إذا جيت لقاموس يقول شوى نشاط أو يعني شقاوة للولدي ممزوجة بشر بتخريب يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قيادة أنها نجابة وأنها في الرواية الأخرى عرامة الصبي في صغره زيادة له في عقله في كبره هذا ذكاء زايد يخرج على هيئة منتجات سيئة يعني إيش يعني وظف أحسن التوظيف يعني إيش يعني أحسن الظن يعني إيش وسع الشوارع وسع الشوارع وسع شوارع عندك خلي في قصالتك كل ولد من الأولاد اللي دايه مزية يذكر بها هذا فلان أبو العدة واللي ضبطنانا البيبان ويصلح لنا اللمباد وهذا ما شاء الله أبو الفنون وأبو كذا كذا وهذا ما شاء الله العقلية الممتازة في التحليل شبعوهم شبعوهم أكثري من الثنائي والمدحي وتثبيتي المزايا التي تكتشفينها فيهم شبعوهم وصبري وتغافلي وضبطي مع المدرسة إذا ثبت للأسف شديد أن الأوصاف التي نخلعها على الأولاد تلتصق في جبهاتهم عندما نقول هذا ما في خير هذا المدرسة يشتكون منه وإذا تكلمت أمام الولد فقد خسرته كما سيتبين بعد الفاصل فيا أم شهري غيري الصورة أرجوش اللي في مخش كما ينبهك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أني غيري الصورة من طفل عرم شقي مؤذي شري متخوف أنت منه من مستقبل المجهول إلى إنسان ذكي طاقة مخزونة تحتاج إلى تفريغ وتحتاج إلى إبداع وابتكار وتنسيق مع الجهات الأخرى لكي نستخرج هذه الطاقة احذروا التقسيم احذروا أن تقولوا أنه كسلان أو أن تقولوا أنه شرير احذروا لأنه سيصدق وسيعتبرها سماء سلوكية يلتزم بها معاكم عادي ويريكم الويل زين أنا ودي أجل عبد العزيز شوية لأني أبي أسمع لمريم الآن لأني متوقع أنه ممكن يتكرر الحديث حول ما تفضل بها عبد العزيز تفضل يا مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية دكتور الله يعافيت يا أختي الله يعافيت فعلا دكتور مساحة للراحة الله يكرمك يا ستي الله يعافظك دكتور أنا موضوعي هو نفتة موضوع الحلقة اليوم حوار عندنا معدوم في البيت يعني كل ما تناقص مع أبويا حياتي لمن تبال كمين سبحان الله تناقص معا تناقص معا الحوار ينتهي بالانتعال وعصبية ومصرحة هذا يعني حوار السؤالي مريم أنت تناقشي ولا تطلبين تطلبين منها شي يعني تبينها شوية تجاوز بعض القيود والحدود اللي هو حاطها فيزع المجدين سواء كانت اجتماعية أو طلبات اقتصادية ولا شكثر ما تختلفون عليه دكتور أتناقص معا بالنسبة يعني أنا أدرس بره حمد دائما الحوار دائما خطوط خطوط هذه يعني شرعية خلنا نقول مقننة يعني أنت تبين بمحرم ولا بدون محرم في رأيك دائما أقول له يعني أحد يروح معاه هو يروح معا دائما الحوار اي وهو معي اي دكتور اي لطيف هذه جميل 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 من عندنا بعد يا أخوان حاضر يا مريم حاضر أم محمد نعم تفضل يا أم محمد الله يحفظك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وحيك دكتور حينبات أنا كملتك بخطوة أهد محمد وهو بكري في ثاني سنوي تقريبا عمره 17 سنة نعم ذكي جدا يعني اجتماعي في صفات جميلة بس مماشي في البراغ والمشكلة أنا قاعد أحاول أن أتوافق معاه وأكسب عشان يعني ما يروح لمجالات ثانية بس الآن حاليا العلاقتها مع أبو مش حلوة مش قادر تشهم يعني ليأه مماشي في الدراسة إذن أنا لا أعام لمعاملة حلوة ولا أوفر الأشياء اللي يبغاها الآن حاليا نطعت نتنجتها وراسب تقريبا في خمس أو ست مواد فالعلاقة متوترة جدا 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 يعني كيف حدود البقاب خلينا أسأل يعني هو الولد مع سيارة أي طيب السيارة هذه عطيت بشرط أو بدون شرط والله يعني ما أدري بس حدود معينه وما عنده أصدقاء غرضاء أبدا يعني أصدقاء من الآائلة يعني يعرفهم جميعا فيه مدرسين خصوصيين لا نزيل يعني يخرج من المدرسة يهرب لا ما يهرب بس ممكن يغيب في الأسبوع يوم مثلا أو في الشهر ما لواحس الدراسة ما لواحس حنا نقول يعني يعني موش هواية الدراسة أبدا يعني ممكن يفلح في كمبيوتر يمكن يفلح في أي جهاز آخر ممكن في أراء اجتماعية يعني خبرة بس دراسة ملح طريقة تعامل الأب معه أن الأب يجي يقول أنت ما فيك خير أنت أنت ولا يلمه ويضمه يقول يا حبيبي ترى أبخصم منك شوية فليسات وبسحب المفتاح ولدي حبيبي تعرف لأننا بيننا وبينك سيارة الدراسة عطني بوسة حبيبي يعني عطني المفتاح وعطني سيارة حبيبي أنت بكل أريحية وكل حب أنا أقول ترى يا أولادي شرط بشرط هذه سويها الأب ولا ما أخذ المسألة الشخصية رحت أم يعني يقول يا أبو أحنا أتربينا كذا لا أي أبوه يسمع جنبك أبوه لا 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 إذن سمعي لي عادة بكرة أبو أجهل الرسالة ولا تخافين بعد لا ما أخاف عافية عافية عطلي غداه لين يشوف الجسم الله يحييكم ويحفظكم الحاضر رح أجاوبك بعد في شي يا شباب قبل ما أجاوب أم محمد تقول لي خلص الوقت ترى أكملها يلا 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 السلام عليكم عليكم السلام يا هلا دكتور حياتي الله يا محمد فضلي يرضيك العافية حييت يسلم دكتور الله يرضى عليك ربيت وأسست ودخل تخلص التنوية وجاب نسبة ما شاء الله ودش كلية الهندسة وجاء لي الكورس هذا جايب بثلاث مواد تقريبا وانتش عليك يجيش يعني الحين شونا تصرف معه انتش عليك يجيش أنا أمه وبه يعني قميضة عقمه خلص التنوية وما شاء الله جايب نسبة أدري يعني من اللي شايل الهم أنا شايل الهم وأبو شايل الهم وهو يقول خلاص أنا حسيت بغاوطتي لكن أنا الحين شونا أتصرف معه أسكت عنه أبدن روحي تمشي طلع انت وابو سافر وروح العمر ولك أنك وشي صار وشونا تعامل معي يعني طلع أسكت شوية 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 الحين الهم عندما يقسم على ثلاثة يصير حمل الولد ثلف لكن لما تجيين وتقول الله هذه حياتك الله اللي امتيه خف عليه الضغط أنت أسحبي نفسك تقولي لا 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 يا ولدي لا تدخلني بها السالفة ربيتك بها السالفة الله يوفجك يا ولدي هذه حياتك سمعيني سمعيني هل يشي يصير راح ينهار ليش لأنه جاي يخفف عن نفسه بإشراككم في هذه المشكلة اسحبوا نفسكم قولوا لك كلها بتطربق على راسك هذا من جانب جانب آخر لازم يعرف إذا كانت المصاريف قد أنفقت عليه في الجامعة عادة إذا كانت دراسة بفلوس ولا ببلاش عندما تكون الدراسة بفلوس عندما تكون الدراسة بفلوس يوقع الأب على إقرار بأنك تكفل الولد يدفع أنا أوقع على إقرار ووقع مع الولد على إقرار أن هذه الكفالة في نهاية الأمر أن تتحملها واخروا شوي واخروا خل حملوهم مشاكلهم حملكم لمشاكلهم يجعلهم طحالب ما عنده حتى كيان تقوم جين الوقت قاعد يضغط حاضر نجي لعبد العزيز يقول لدي متذبذب وأنا قاعد راقب المؤشرات لا يا أبو عبد العزيز نودنا إن شاء الله تكون علاقتك به أحسن شا تسوي راح نسؤال في المرة الجاية هذا لك أنت مخصوص إن شاء الله والإخوان كيف يكون البوح للأبناء داعيا لجذبهم إلينا فإذا تسمح لي يا أبو العزيز أنا راح أجل جوابك راح أخليه الحلقة القادمة كلها اسم الحوار النوعي مع الأبناء كيف نصل مع الأبناء إلى أن نصبح نحن جواذب لهم وهم يجون وهم نناديهم وهم يجون بسبب أمر نفعله وفي مهاربة تعلمها إن شاء الله نتعلمها المرة القادمة راح تجذب كل أحبابنا إلينا ممن هم قد فروا من صلاتنا أما البنيتي مريم عندما تقول أنا أتحاور مع أبوي وماكو نتيجة لا أكو بنتي القرارات احنا تكلمنا المرة الماضية أو اللي تسبقها ربما لا يمكنها الأسبوع الماضي الحلقة اللي قبل هذه اللي تدخلون المدونة مدونتي مدونة دكتور براهنر طليفي الحلقة اللي قبل هذه هتشوفون أنه القرارات مستويات أنا جتني شكوة لطيفة في التويتر أو في الإيميل تقول لبنت أنت دمرت حياتنا لأن أمي استمعت إليك وأنت تتكلم عن مستويات القرار والحرية المقننة وعقبها تفسد حياتنا يعني شكاعدت تقول البنت تقول كنا أخذنا حقوقا ليست لنا وخذنا قرارات لا تخصنا فلما عرف أهلنا حقوق هم مميزوا بين القرارات التي تخصهم من القرارات التي تخصنا أنت لخبطت علينا المعادلة فأنا يا بنتي الكريمة في هذه الحياة أكو توزيع للقوة وتوزيع للحقوق وتوزيع للواجبات أنت أنت ترضي ترضي أباكي في أن يوديت بمحرب أخو أنت قصدي هو أو يعني أحكام الشريعة موجودة تسألون من تثقون في ورعه وفي علمه وفي معاصرته أيضا فهم لزمانه لأن الفقه هو فهم الواقع إسقاط الواقع إسقاط النص على الواقع وبعدين تصلون لحكم أما صانع القرار في مثل هذا الموضوع هو أبوكي يعني هذا القرار يخص أبوكي لأنه في جزء شرعي فهني تقولين لي كيف أقول لك أنا من الناس طلبت من أولدي وهو ذكر رجال ومحصل بعثة حكومية الكبيرة قلت لأولدي أقعد أبي تقعد عندي طلعت لا بعثة في أمريكا فقبل ليش لي أمر أنا أرى القرار خصه لكن استأذنته وفر عن ربع اللي يدرسون في أمريكا سنة وتميز في كل شيء حفظه الله لأنه من ترك شيئا لله أبد الله الله خيرا منه يا بنتي عندما تجين تقولين والله أنا لله عز وجل رح أطيع والدي ولله رح أتنازل ولله رح أقبل أن يكون دراستي هنا والله أن التوفيق بيد الله عز وجل والعلم بالذات في المرحلة الجامعية مرهون بالطالب مرهون بالطالب فشوفيها من هذه الزاوية فتقد يعني يكون التوفيق وإن شاء الله أنا موقن أن التوفيق هو في طاعة الوالدين وفي إرضائهم بالذات إذا كان في سبب منطقي شرعي يدعوهم لذلك وليمع ذلك من الحوار لعل أن الوالد يتنازل إلى رأيكي فإن لم يحصل فالأمر واضح من ترك شيئا لله عز وجل أبد الله الله وغيرا منه للحوار صلة بإذن الله عز وجل وسنتكلم في كيفية أن تكون هذه الصلاة جاذبة وأن نفوس مطمئنة ومساحات الراحة زائدة تحتوينا جميعا وإلى لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر